اسرائيل لا تتحدث عن سلطة اسرائيل تتحدث عن نظام أمني جديد في قطاع غزة اسرائيل محكومة بعقلية أمنية غير سوية غير مكتملة اسرائيل يسيطر عليها في هذه اللحظات عقلية الانتقام الهيستيرية الانتقام تريد فقط أن تنتقم من الشعب الفلسطيني بما تقوم به وترتكبه من جرائم ومجازر بشعة مستمرة هذا أولا ثانيا نحن نعتبر أن قطاع غزة جزء يتجزأ من الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني في غزة جزء يتجزأ من الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني كله شعب واحد موحد تحت قيادة واحدة والنظام السياسي نظام سياسي موحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ونحن نرفض أي سيناريوهات غير فلسطينية ونرفض أي توصاية من أي طرف آخر علينا وأنا قلت سابقا أن السيناريو الوحيد هو السيناريو الوطني الرؤية الوطنية الفلسطينية والتي تتمثل في استكمال المصالحة الوطنية الفلسطينية في المجتمع الفلسطيني برعاية مصرية وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية ملتزمة بالشرعية الدولية ووضع الواقع الفلسطيني على عتاب مرحلة جديدة من الشراكة الوطنية وهناك برنامج سياسي متفق عليه بين كافة القوى الوطنية الفلسطينية والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية في خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعق العودة للاجئين الفلسطينيين كل هذه الثوابت وهذه الحقوق الثوابت الوطنية وهذه الحقوق الوطنية متفق عليها يعني هي موضع اتفاق وتشكل قواسم مشتركة وجوامع وطنية مشتركة بين كافة القوى السياسية الفلسطينية ونحن مع سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد وفي نهاية الوطف نحن شعب واحد وأصحاب حقوق واحدة وأصحاب قضية واحدة وبالتالي سؤال هل سوف تستلم السلطة أو لا تستلم هذا يتم الإجابة عليه في استكمال الحوار الوطني الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بوضع الواقع الفلسطيني على أعتاب مرحلة جديدة وعادة بناء مضمره الاحتلال الإسرائيلي وتهيئة الواقع الفلسطيني الانتخابات عامة تشريعية ورئاسية وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الذي يشكل أعلى هيئة تشريعية للشعب الفلسطيني وفي منظمة التحرير الفلسطينية والذي ينضوي في إطاره كافة الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية والمجتمعية والنقابية أيضا وأبواب المنظمة وأبواب المجلس الوطني مفتوحة أمام من لم يلتحق بها وأقصد هنا الحركات السياسية الإسلامية لذلك نحن نتحدث عن مستقبل فلسطيني واحد نتحدث عن مصير واحد ومشترك ترجمة نانسي قنقر